عقدت الحيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة أبيان اجتماعها الدوري الثاني برأسة محافظ محافظة أبيان رئيس المجلس المحلي الوارق أبو بكر حسين سالم وحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام جملة من المواضيع والتقارير المتعلقة بنشاطها إلى جانب مناقشة أوضاع المؤسسات والمصالح الحكومية في المحافظة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات بشكل أفضل كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وأكدت على أنها مع ضخ المياه لمحافظة عدن مع الحفاظ على استغلالية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبيان وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مخزون المياه الجوفية كما وقفت الهيئة أمام أوضاع فرع الهيئة العامة لأراضي وعغارات الدولة والإشكاليات التي تواجه قيادة فرع الهيئة في مواصلة تنفيذها للمهام المناطة بها واعتمدت عددا من الإجراءات التي من شأنها أداء فرع الهيئة وإنجاز المهام بها والمحددة في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة ترجمة نانسي قنقر